أعتقد أن هناك جو من الهدوء بين الطرفين لسيما أن أرميل محتاجة أن تدفع رواتب لموظفيها هذا من جهة من جهة أخرى مسألة النفط والتصدير ومن تلقاء نفسها ترجع إلى ناحيتين الناحية الأولى ضبابية القانون الموجود لأنه ليس كما تفضلتم وإشرتهم في التقرير ليس هناك قانون ملزم واضح القانون الضبابي لحد الآن لم يكن هناك أي طرف عراقي يجرؤ على أن يعلن قانون نفط صريح نفط والغاز اللي ممكن على ضوء يتم تقاسم الثروة الدستور يوضح أن الثروة هي لكل المواطنين العراقيين لكن هناك مسألة إذا كان الأقليم يفسر أنه الحق في أن يخرج النفط يصدره على مسؤوليته والحكومة المركزية تفسر أنه يجب أن يكون عن طريق سومو وتعطيه إذا ما فرق الأقليم عن المحافظات يعني خلينا نفهم هذا الشيء يعني أنه في عراق فيدرالي يجب أن يكون هناك حيزا من الحركة وبالأخص الحركة السياسية والحركة الاقتصادية والحركة الإدارية هذه الحركتين اللي هي الاقتصادية والإدارية هي أهم شيء لكي يكون الأقليم أقليماً في ضوء بلد فيدرالي فهذه هي نقطة الخلاف وأعتقد ضبابية المفاهيم وعدم توضيح ما هي الفيدرالية وعلى ماذا تنطوي الحقوق والواجبات في ظل هذا الشيء نرى ضياع أموال العراقيين ونرى هادراً في الأموال ونرى هذه يعني نقول البغضاء أو الشد اللي يكون بين الأطراف العراقية ذات